السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث درس اليوم تقسيم المناطق إلى أجزاء متساوية الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الدرس قراءة وكتابة كسر وحدة الآن فلنتذكر ما درسناه في الدرس السابق السؤال الأساس كيف يمكنني تسمية الأجزاء المتساوية من الكل؟ في هذا الشكل نريد أن نقسمه إلى أجزاء متساوية علي أهلا بك يا علي ما هو الكسر يا علي؟ أستاذي الكسر هو جزء من الكل مقسوما إلى أجزاء متساوية أحسنت يا علي عبر علي عن مفهوم الكسر وهو جزء من كل فنلاحظ أن المستطيل الأحمر هو جزء من كل من المستطيل الأخضر شكرا لك يا بني الآن من يعرف لي كسر الوحدة؟ خالد أهلا بك يا خالد تفضل يا بني يا أستاذ كسر الوحدة يمثل جزءا واحدا من أجزاء متساوية ففي هذا الشكل واحد على ثلاث يمثل جزءا من ثلاث ويسمى ثلث أحسنت يا خالد إذن كسر الوحدة يعبر عن جزء واحد من أجزاء متساوية ففي هذا الشكل الجزء الأحمر هو جزء متساوي من ثلاث أجزاء أحسنت يا بني الثلث عبارة عن واحد على ثلاث الواحد يسمى البسط أحسنتم يا أبطال وهو العدد الذي يقع أعلى الشرطة والثلاث يسمى ممتاز المقام هو العدد الذي يقع أسفل الشرطة أحسنتم يا أبطال أقسم الأشكال التالية إلى ست أجزاء متساوية في هذين الشكلين نريد أن نقسم الشكل إلى ست أجزاء متساوية وبطريقتين مختلفتين فراح أهلا بكي تفضلي يا ابنتي أكون دقيقا يمكنني تقسيم الأشكال إلى أجزاء متساوية وتسميتها باستعمال الكسر شكرا لك يا ابنتي مداخلة رائعة أحسنت إذن سنقوم بتقسيم الشكل إلى ست أجزاء متساوية يمكنني رسم خطوط لتقسيم الأشكال إلى أجزاء متساوية ليس من الضروري أن تكون الأجزاء متساوية بنفس الشكل لكن يجب أن تكون متساوية في المساحة وهذا ما سيتم توضيحه في الشكلين الآن أولا الشكل الأخضر سنلاحظ في هذا الشكل أننا قمنا برسم خطوط وقسمنا الشكل إلى ست أجزاء متشابهة في الشكل ومتساوية في المساحة وكل جزء يمثل واحد من ست أجزاء أي سدس أحسنتم أما في الشكل الآخر فقد قمنا أيضا بتقسيم الشكل إلى ست أجزاء لكن ليست متشابهة في الشكل ولكنها متساوية في المساحة نلاحظ هذا الشكل وهذا الشكل ليس متشابهين في الشكل لكنهم متساويين في المساحة إذن يمكن تقسيم الشكل إلى أشكال مختلفة لكن متساوية في المساحة كلا الشكلين مقسم إلى ستة أجزاء متساوية أو إلى أسداس يمكن كتابة كل جزء على صورة واحد على ستة أي سدس ونسمي الواحد البسط ونسمي الستة المقام تدرب مستقل في التمارين خمسة إلى سبعة أحدد ما إذا كان الشكل يمثل أجزاء متساوية أم غير متساوية إذا كانت الأجزاء متساوية أسمي أحد الأجزاء باستعمال كسر الوحدة الآن ما هو المطلوب يا أبطال في هذا السؤال أحسنتم أن نعبر إذا كان الشكل يمثل أجزاء متساوية أم غير متساوية وإذا كانت الأجزاء متساوية أسمي أحد الأجزاء باستعمال كسر الوحدة الآن فلنوقف الفيديو ونحل التدريب ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أهلا بكم يا أبطال كيف كانت إجاباتكم أنتم رائعون هيا بنا السؤال الخامس نلاحظ في هذا الشكل أنه تم تقسيمه إلى أربع أجزاء هذا الشكل هل يساوي في المساحة هذا الشكل أو هذا الشكل أو هذا الشكل أحسنتم لا إذن الشكل يمثل أجزاء غير متساوية سؤال سبعة نلاحظ في هذا السؤال تم تقسيم الشكل إلى ثلاث أجزاء هل هذه الأجزاء متساوية؟ أحسنتم الشكل يمثل أجزاء متساوية الآن سنعبر عن كل جزء باستعمال كسر الوحدة ما هو يا أبطال؟ أحسنتم ثلث أبدعتم يا أبطال لأن كل شكل يمثل واحد من ثلاث أجزاء أحسنتم يا أبطال الثلث يمثل جزءا واحدا باستعمال كسر الوحدة الآن فلنتأكد من صحة إجاباتنا تدرب مستقل في التمارين ثمانية إلى عشرة أرسم خطوطا لتقسيم الشكل إلى العدد المعطى من الأجزاء المتساوية ثم أكتب الكسر الذي يمثل جزءا واحدا منها سنحل يا أبطال سؤال تسعة وسؤال عشرة الآن يا أبطال ما هو المطلوب في هذا السؤال؟ أحسنتم أن نرسم خطوطا لتقسيم الشكل إلى العدد المعطى من الأجزاء المتساوية ففي السؤال التاسع سنقوم بتقسيم هذا الشكل إلى ثلاث أجزاء متساوية وفي السؤال العاشر سنقوم بتقسيم هذا الشكل إلى أربع أجزاء متساوية ثم أكتب الكسر الذي يمثل جزءا واحدا منها الآن فلنوقف الفيديو ونحل التدريب ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أهلا بكم يا أبطال كيف كانت إجاباتكم؟ مبدعون هيا بنا السؤال التاسع يطلب مننا أن نقسم الشكل المعطى إلى ثلاث أجزاء متساوية وذلك برسم خطوط لتقسيم هذا الشكل أولا سنعد المربعات داخل الشكل كم مربعا داخل الشكل يا أبطال؟ أحسنتم إثنى عشر مربع وسنقوم بتقسيمه إلى ثلاث أجزاء متساوية أي إثنى عشر مربع سنقسمه إلى ثلاث أجزاء كم مربعا سيحوي؟ أحسنتم أربع إذن سنقوم برسم الخطوط هيا بنا أولا سنقسم إلى أربع مربعات هكذا قسمنا الشكل إلى ثلاث أجزاء وكل منها يحوي أربع مربعات وهي متساوية في المساحة لكنها مختلفة في الشكل أحسنتم يا أبطال الآن سنكتب الكسر الذي يمثل جزءا واحدا منها نلاحظ وجود ثلاثة أجزاء فالجزء الواحد هو أحسنتم واحد على ثلاث أي ثلث أبدعتم يا أبطال السؤال العشر يريد مننا السؤال العشر أن نقسم هذا الشكل إلى أربع أجزاء متساوية وذلك برسم خطوط الآن سنعد المربعات يا أبطال هيا بنا كم؟ مبدأ يا بني نعم إثنى عشر مربع لكن سنقسمهم إلى أربع أجزاء كل جزء كم مربع سيحوي يا أبطال؟ أحسنت يا بني ثلاث مربعات هيا بنا لنرسم الخطوط كل جزء سيحوي ثلاث مربعات أحسنتم يا أبطال مبدعون ويمكن حل السؤال بطرق أخرى أبدعتم الآن سنعبر عن الكسر الذي يمثل جزءا واحدا كم سيكون يا أبطال؟ نعم واحد على أربع أي ربع جزء من أربع أجزاء أحسنتم الآن فلنتأكد من صحة إجاباتنا يا أبطال أحسنتم فلنتق الآن أبناي الطلاب إلى صفحة 170 ممارسات الرياضيات وحل المسائل في التمارين 11 إلى 14 أستعمل جدول الأعلام الظاهر في الشاشة السؤال 11 أكون دقيقا ما الكسر الذي يمثل الجزء الأبيض من علم هولندا؟ ما هو المطلوب يا أبطال؟ أحسنت يا بني ما الكسر الذي يمثل الجزء الأبيض من علم هولندا؟ السؤال الثاني عشر ما الدولة التي نصف علمها أحمر اللون؟ ما هو المطلوب؟ أحسنتم ما هي الدولة التي نصف علمها أحمر اللون؟ الآن أوقف الفيديو حل التدريب ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أهلا يا أبطال كيف إجاباتكم؟ مبدعون هيا بنا فلنحل السؤال 11 السؤال 11 يسأل عن علم هولندا الآن ننظر إلى علم هولندا علم هولندا مكون من ثلاثة ألوان والسؤال هو ما الكسر الذي يمثل الجزء الأبيض؟ الجزء الأبيض هو جزء من ثلاثة أجزاء أي واحد على ثلاث أي ثلث أحسنتم يا أبطال السؤال الثاني عشر ما الدولة التي نصف علمها أحمر اللون؟ أي اللون الأحمر يمثل نصف العلم ما هي؟ أحسنتم بولندا نلاحظ أن علم هولندا يتكون من لونين ونصف هذا العلم هو اللون الأحمر أي جزء من اثنين أحسنتم يا أبطال مبدعون الآن فلنتأكد من صحة إجاباتنا يا أبطال أهلا بكم يا أبطال سنحل الآن السؤال الثالث عشر والرابع عشر على جدول الأعلام هيا بنا السؤال الثالث عشر مهارات التفكير العليا عدد الأجزاء الملونة بأحد الألوان في هذا العلم يساوي ضعف عدد الأجزاء الملونة بلون آخر ما هو هذا العلم؟ وما الكسر الذي يمثل جزءا واحدا من يا أبطال ما هو المطلوب في هذا السؤال؟ أحسنتم هناك علم عدد الأجزاء الملونة فيه بأحد الألوان يساوي ضعف عدد الأجزاء الملونة بلون آخر المطلوب أن نسمي علم أي دولة ثم سنكتب الكسر الذي يمثل جزءا واحدا من السؤال الرابع عشر ما الدولة التي علمها؟ ليست كل أجزاؤه متساوية الآن أوقف الفيديو حل التدريب ثم نكمل الفيديو بعد إنها الحل أهلا بكم يا أبطال هيا بنا فلنتأكد من إجاباتنا السؤال الثالث عشر يقول السؤال الثالث عشر أن هناك علم لأحد الدول عدد الأجزاء الملونة بأحد الألوان في هذا العلم يساوي ضعف عدد الأجزاء الملونة بلون آخر نلاحظ أن علم دولة نيجيريا يتكون من لونين الأخضر والأبيض ونلاحظ أن عدد المستطيلات لللون الأخضر هو إثنان أحسنتم وهو ضعف عدد المستطيلات الممثلة باللون الأبيض أحسنتم يا أبطال الكسر الذي يمثل جزءا واحدا منه هو جزء من ثلاثة أجزاء أي أحسنتم ثلث واحد على ثلاث أحسنتم يا أبطال الآن السؤال الرابع عشر ما الدولة التي علمها ليست كل أجزاء متساوية أي يوجد جزء لا يساوي بقية الأجزاء ما هي هذه الدولة؟ هولندا أم نيجيريا أم بولندا أم كولومبيا؟ أسمعك أحسنت يا بني كولومبيا نلاحظ أن اللون الأحمر لا يساوي اللون الأصفر أحسنتم يا أبطال كولومبيا الآن فلنتأكد أننا حصلنا على نفس الإجابة ننتقل الآن إلى سؤال التقويم أرسم خطوطا لأوضح كيفية تقسيم هذه الكعكة إلى ثمان قطع متساوية ما الكسر الذي يمثل قطعة واحدة؟ أحسنتم أن أرسم خطوط لتقسيم هذه الكعكة إلى ثمان قطع متساوية ثم ما الكسر الذي يمثل قطعة واحدة؟ وأوضح كيف عرفت ذلك الآن أوقف الفيديو حل التدريب ثم نكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أهلا يا أبطال كيف كانت إجاباتكم؟ رائعون هيا بنا يريد السؤال أن نقسم الكعكة كاملة التي حدودها ممثلة باللون الأخضر وسنقسمها إلى ثمان قطع متساوية نلاحظ يا أبطال أنها تتكون من ستة عشر مربع كيف سنقسمها يا أبطال؟ فلنرسم الخطوط هذا خط أيضا أيضا أحسنتم نلاحظ أن كل جزء يتكون من مربعين أحسنتم يا أبطال وأنها تقسمت إلى ثمان أجزاء بما أن كل جزء بمساحة وحدتين مربعتين فإن المساحات متساوية أعلم أن ثمت ثمان أجزاء متساوية إذن كل جزء يساوي أحسنتم واحد على ثمانية أي ثمن الكسر الذي يمثل قطعة واحدة هو ثمن أحسنتم يا أبطال هكذا نكون قد اندهينا من درس اليوم سعدت باللقاء بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته